قال نقيب وكلاء السيارات في المملكة طارق الطباع إن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث المشكلات الفنية المتكررة التي واجهت وكلاء ومستخدمي سيارات مؤخرا ما زالت تنتظر رد المختبرات العالمية المحايدة التي تم اختيارها لبيان أسباب المشكلات وواجه وكلاء ومستخدمي سيارات مشكلات تتعلق بقصر العمر التشغيلي للبواجي ومشاكل في نظام البخاخات وضعف أداء وعزم المحركات بشكل عام وبيّن الطباع أن اللجنة خاطبت شركات الصانعة للسيارات ممثلة بوكلائها الرسميين لإبداء الرأي الفني حيث دعت هذه الشركات إلى التأكد من نوعية الوقود المستخدم وبناء على ذلك تقرر التنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة المختصة حيث تم أخذ عينات من الوقود من عدة محطات وعينات من شمعات الاحتراق مدار البحث في الرابع من الشهر الحالي وما زالت اللجنة بانتظار النتائج المتوقعة خلال أسبوعين من تاريخ أخذ العينات بانتظار النتائج المتوقعة خلال أخذ العينات موسيقى